أحبابي في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله وصلاة والسلام على سورة الله مع سورة الكهف وورد سورة الكهف والآية 43 و 44 طبعا احنا في قصة هذا الكافر الذي تعالى بملكه وتعالى بجنته وبنعمة الله عز وجل على صديقه المؤمن والله عز وجل كانت العاقبة أن الله عز وجل أحاط بثماره فأصبحت الحديقة خاوية أي أعمدتها ساقطة على أرضها فحينئذ عرف أن الله عز وجل الحق وحينئذ رجع عن كبره ولكن ولا تحين مناص بعد وقت ما ينفع فيه الندم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَمْ تَكُلَّهُ لَهُ فِيأَتُهُ يَنْصُرُونَهُ يعني ما كانش له جماعة طبعاً يعني الكبر اللي هو عمله ده ودائماً كل متكبر يا جماعة تلاقيه مش ملهوش جماعة كل متكبر تلاقيه كده مع نفسه كده هو تمستكبر على الخلق ليه ما فيش جماعة لأنه هو ما بيحبش حد يحكمه ما بيحبش حد يقوله افعل ولا تفعل ما بيحبش حد يقوله هات أو خذ هو مع نفسه كده كل متكبر فلم تكن له فئة أي جماعة ينصرونه أي ينصرونه من أمر الله عز وجل ويرفعون عنه بأس الله عز وجل لأنه ملوش حد ملوش يعني ملك أو سلطان أو أيها كله خسر فئة ينصرونه من دون الله أي من عذاب الله عز وجل وما كان منتصرا أي من يخذوه الله عز وجل فلا ناصر له من يخذوه الله عز وجل فلا ناصر له هناك هناك يعني في هذا اليوم يوم القيامة زي ما هو ما كانش له ولاية في الدنيا ولا له ملك ولا سلطان في الدنيا هناك الولاية الولاية بفتح الواو معناها المولاية الولاية بفتح الواو معناها المولاية يعني ملهوش أي حد ينصره ولا له صاحب ولا ولي ولا ولا والولاية بكسر الواو معناها الملك والسلطان يبا هنا هناك الولاية وحد يقولها الولاية لله الحق أي في يوم القيامة الولاية والولاية سواء الملك والسلطان والمولاء لن تكون إلا لله عز وجل سبحانه وتعالى هو الحق وهو خير من يثيب سبحانه وتعالى خير من يعطي ثواب المتواضعين وثواب الصابرين وثواب المنفقين هو الله سبحانه وتعالى وخير عقبة أي خير من يرد الأمور إلى عقبها وإلى أصلها ويجازي ويجعل عقبة المؤمنين وعقبة المتقين دائما هي العقبة المنصورة هو الله سبحانه وتعالى نقرأ مع بعض الأيتين دولت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولم تكن له فئة يعنصرونه من دون الله وما كان منتصر وخلي بالك منت منتصر مش منتصر منتصر لا منتصر ما تقولي حد أنت منتصر لا مش منتصر أنت منت منتصر وما كان منتصر هناك الولاية الولاية لله الحق لله الحق هو خير فوابا وخير عقبا هو خوا مش هو خير خير لا هو خير والرأم فخما هو خير ثوابا وخي ومش و ثوابا بطلع سني في الثا وخير عقبا وعقبا مش عقبا عقوع القف سكنة هو خير ثوابا وخير عقبا أجعل الله عز وجل أسأل الله عز وجل أن يجعل عاقبتنا وعاقبتكم رشدا يا رب العالمين وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم وحتر الله وبركاته